التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي يزور مصر حاليا تنول لقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذا القضايا التي تمس المصالح المشتركة في ضوء مجالة التعاون العسكري وسبل دعمها بين الجانبين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تنول لقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذا القضايا التي تمس المصالح المشتركة في ضوء مجالة التعاون العسكري وسبل دعمها بين الجانبين وآرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية والأمنية فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحورية التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية كما التقى الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له وتناول لقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة